موسيقى قد بعض الكفار يعملون أعمال صالحة لكن هذه الأعمال الصالحة لا تنتج لهم ثوابا لماذا؟ لأنها فقدت شرط القبول فقدت شرط الصحة شرط القبول أن تكون ضمن الإطار الذي أراده الله سبحانه وتعالى وإلا الله لا يحتاج إلى أعمالنا لا يحتاج إلى عبادة الأنبياء ولا يحتاج إلى عبادة غيرهم أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالله لا يحتاج إلى أحد فإذا أمر بأمر وضمن الإطار الذي أمر به الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان عمل الله وعده بالثواب إذا خارج ذلك الإطار عمل لا يستحق ثوابا مثلا من باب المثل أنت عندك قطعة أرض تريد أن تبني في هذه القطعة أرض بيتا أجيب لك مثلا مقاول تتفق ويا أنه أنت ابني في هذه القطعة بيتا بهذه المواصفات وأجرك كذا هذا المقاول بدل أن يبني بيتا أجي صرف أموال وحول تلك القطعة أرض إلى حديقة زين إذا إجيب لك يطلبك العاجر أنت تقول له أنا لم أأمرك بأن تشيد حديقة على هذه القطعة أرض أنا اتفقت وياك على أنه تبني بيتا لماذا شيدت حديقة يقول الحديقة جيدة أشجار جميلة زين أنهار درارة وخرارة ومثلا عصافير تجتمع فيها تنشرح فيها النفوس أنت تقول له كلا إذا العمل جيد أو جميل بس أنا هذا العمل ما طلبت منك فلا تستحق أجرا مني بل يمكنك أن تذهب إلى المحكمة تشتكي عليه تقول له أنا اتفقت وياه على أن يبني بيتا هو إجيب شيد حديقة زين هو بالمحكمة يقدر يقول أن الحديقة أمر جيد المحكمة تستمع إلى كلامه أو تحكم بأنه لا يستحق أجرا بل قد تحكم عليه بالغرامة تحكم عليه بأنه يأتي مثلا وما شيده من الحديقة يقتلعها مثلا أشجارها وكذا زين الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى عملنا أمر العمل بهذه الكيفية إذا عملت بهذه الكيفية أنا أعطيك الأجر الآن إذا هو واحد ما يعمل بتلك الكيفية لا يستحق أجرا الله سبحانه وتعالى قال لإبليس أسجد لآدم زين إبليس طلب من الله أن يعفيه عن السجود لآدم وقال له سأسجد لك كذا آلاف من السنين الله قال له إنما أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد زين إذا فد واحد يجي الآن يقول زين أيهما أفضل أن يسجد آلاف السنين لله وهو الخالق أو يسجد سجد لآدم وهو المخلوق زين نقول إن السجود إلى الله إذا لم يكن بأمر من الله سبحانه وتعالى لا قيمة له لازم يكون بأمر من الله الله أمر بالسجود لآدم لازم أن تلعب تطيع زين الله سبحانه وتعالى اشترط في الثواب أن تكون مسلما مؤمنا ضمن شروط معينة السعذافة واحد كافر إجاء عمل عمل صالح خدم البشرية مثلا خدم الفقراء خدم المحتاجين وما إلى ذلك زين العمل في نفسه حسن لكن هل يستحق ثوابا على الله؟ لا لأن الله لم يأمر بذلك الله قال أنا أريد أن تكون الأعمال بهذه الكيفية عن إسلام وعن عقيدة صحيحة وعن عمل صحيح ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة